توقع أنا السلافي قوله وما بعلة غموذ أو خفا معلل عندهم قد عريفا وما بعلة غموذ أو خفا معلل عندهم قد عريفا يعني هو يتكلم في القسم الرابع والعشرين من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظر وهو المعلول أو المعلل يقال الحديث المعلل والمعلول كاعدتنا بطرح أسئلة حول هذا البيت وحول هذا النوع من الحديث فأول ما نذكر بأسئلة ما هو الحديث المعلل الحديث المعلل لغة اسم مفعول من أعله بكذا فهو معل من أعله بكذا فهو معل التعبير بالمعلل من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة ومن المحدثين من عبر عنه بالمعلول وهو ضعيف مرضول عند أهل العربية واللغة يقول أما المعنى الإصطلاحي المعنى الإصطلاحي للمعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها يعني في علة مع أن ظاهر الحديث السلامة من العلل وتوافر الشروط للصحة فيه وبالحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته طب ما هي العلة العلة سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث العلة الذي هو بسببه أعل هذا الحديث أو هذه الرواية هو سبب العلة سبب غامض خفي قادح في صحة الخديث فيأخذ من تعريف العلة هذا أن العلة عند علماء الحديث لابد أن يتحقق فيها شرطان وهما الغموض والخفاء ده أول شروط الغموض والخفاء عشان تكون علة يبقى لازم يكون متوفية للغموض والخفاء الثاني القضح في صحة الحديث القضح في صحة الحديث فإن اختل واحد منهما كأن تكون العلة ظاهرة يعني مش خفية أو غير قادحة فلا تسمى عندئذ علة إصلاح فلا تسمى عندئذ علة إصلاح يبقى الشرطين الذي لا بد أن يتوفر في العلة حتى تكون قادحة في الحديث فيكون حديثا معللا أو معللا أول هذه الشروط الغموض والخفاء والثاني القضح في صحة الحديث لأنه لو لم يكن الغموض وكانت علة ظاهرة مش هيكون معلّة أو غير قادحة أو غير قادحة لما تكون حاجة غير قادحة في صحة الحديث فلا يسمى عندئذ علة إصلاحا وهذا يوصلنا إلى السؤال الذي يليه وهو هل تطلق العلة على غير معناها الإصلاحي؟ هل تطلق العلة على غير معناها الإصلاحي؟ نعم يعني ما ذكرناه من تعريف العلة هو المراد بالعلة في إصلاح المحدثين ما ذكرناه من تعريف العلة هو المراد بالعلة في إصلاح المحدثين لكن قد تطلق العلة أحيانا على أي طعن موجه للحديث وإن لم يكن هذا الطعن خفيا أو قاضحا يعني ممكن نكون في علة بس يعني علة ليست يعني هذه العلة على المعنى الإصطلاحي لها في مبحث العلة يطلقون العلة أحيانا على أي طعن أي طعن موجه للحديث وإن لم يكن هذا الطعن خفيا أو قاضحا احنا ذكرنا ان حتى تكون العل باصطلاح التعريف في الحديث المعالي تكون العلة هذه ما شرطها الغموض مع الخفل او القدح في صحة الحديث فمن النوع الاول التعليل بكذب الراوي يعني او غفلته او سوء حفظه او نحو ذلك يعني هذا ايه علة يطلقون العلة هناها علة على الموجه موجه للحديث بس مش خفية مش خفية يقول منها التعليل بكذب الراوي او غفلته او سوء حفظه او نحو ذلك من النوع الثاني التعليل بمخالفة لا تقضح بصحة الحديث نقولنا ان يطلقون العلة على اي طعن موجه الحديث وهذه العلة التي قد يطلقونها قد لا يكون الطعن فيها الطعن خفي ده ظاهر او كذب الراوي التعليل بكذب الراوي ظاهر او غفلته او سوء حفظه ليس يعني طعن خفي او يكون يعني قادح او يكون نيه قادح فقد يكون غير قادح هذا لابد ان يكون خفي وقادح حتى يقول ان هذه العلة اللي بيعلي بها الحديث اما ان يكون ظاهر كجذب الراوي غفلة الراوي سوء حفظه فهذا لا يسمى به حديث معل وكذلك التعليل بمخالفة لا تقضح في سورة الحديث كذلك التعليل بمخالفة لا تقضح في سورة الحديث كإرسال ما وصله الثقة يعني حديث موصول ووصله الثقة فأرسله يعني غيره فهذا لا يعد قادحا فيه وبناء على ذلك فقد قال بعضهم من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل ولكن معلل بعلة لا تقضح في صحة الحديث معلل بعلة لا تقضح في صحة الحديث فالعلة التي بها اصطلاحا يقال هذا الحديث معل بعلة جعلته بهذا التوصيف الاصطلاحي لابد أن تكون هذه العلة خفية وأن تكون قادحة أن تكون خفية غير ظاهرة وأن تكون قادحة السؤال الرابع من الذي يتمكن من ذلك؟ من الذي يتمكن من كشف هذه العلة الغامضة القفية التي يعلي بها الحديث ويقدح فيه بسبب هذا؟ معرفة علل للحديث من أجال علوم الحديث وأدكها لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر إلا للجهابزة في علوم الحديث وإنما يتمكن منه ويقوى على معرفته أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب ولهذا لم يخد غماره إلا القليل من الأئمة مثل من كابن المديني وأحمد والبخاري وأبي حاتم والدارة قطني يعني هذا لا يتعرض له ولا يتكونه إلا الجابزة لأنها علة غامضة خفية وكذلك تكون قاضحة في الحديث فلن يتمكن من ذلك إلا منهم على مقدرة وكفاءة ودقة عالية لاستخراجها وعلى معرفتها كابن المديني رحمه الله تعالى وأحمد البخاري وأبي حاتم والدارة قطني طيب السؤال الخامس بما يستعان على إدراك العلة يعني إيه الأمور والأشياء التي يستعان بها على إدراك أن هناك علة يستعان على إدراك العلة بأمور هي أول شيء تفرد الراوي تفرد الراوي يجعل نوع من إيه من الانتباه عند ألاك الجابزة يبدأون يبحثون تاني شيء مخالفة غيره له حينما تكون مخالفة غيره له تدعو هذه أيضا إلى البحث وإلى التطقيق قراء أخرى تنضم إلى ذلك هذه الأمور تنبه العارف بهذا الفن إلى وهم وقع من راوي الحديث إما بكشف إرسال في حديث رواه موصولة وإما بكشف وقف في حديث رواه مرفوعة وإما بكشف إدخاله حديثا في حديث أو غير ذلك من الأوهام بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم بعدم صحة الحديث إما دي قراء بيستعام بها على معرفة وإدراك العلة تفرد الراوي المخالفة غيره له أمور أخرى كشف إرسال في حديث رواه موصول كشف وقف في حديث رواه مرفوع كشف إدخال حديث في حديث أو إدراك العلال ما هو الطريق؟ ده السؤال السادس ما هو الطريق إلى معرفة العلال؟ ما هو الطريق إلى معرفة العلال؟ الطريق إلى معرفة العلال هو جمع طرق الحديث هو جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته والنظر في اختلاف رواته والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم ثم الحكم على الرواية المعلولة ثم الحكم على الرواية المعلولة السؤال السابع أين تقع العلال؟ هل في الإسناد فقط؟ أم في المت يقول الإجابة تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر كالتعليل بالوقف والإرسال وتقع كذلك في المتن وهو الأقل مثل حديثنا في قراءة البسملة في الصلاة طيب سؤال يطرح نفسه يعني بناء على أين تقع العلة في المتن أو الإسناد هل العلة في الإسناد وقوع العلة في الإسناد يقضح في المتن نقول قد تقضح في المتن مع قطحها في الإسناد وذلك مثل التعليل بالإرسال وقد تقضح في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيحا يعني ممكن يقضح في المت وقد تكون في الأسناد خاصة ويكون المتن صحيحا مثل حديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمر بن دينار عن ابن عمر مرفوعا البيعان بالخيار فقد وهم يعلى على سفيان الثوري في قول عمر بن دينار إنما هو عبدالله فهذا المتن صحيح وإن كان في الإسناد علة الغلط لأن كل من عمر وعبدالله بن دينار ثقة فإبدا الثقة بثقة لا يدور صحة المتن وإن كان السياق والإسناد خطأ نختم بأشهر المصنفات فيه في الحديث المعل كتاب العلل لابن المديني علل الحديث لابن أبي حاتم العلل ومعرفة الرجال الأحمد بن حنبل والعلل الكبير والعلل الصغير لتنمذي والعلل الوردة في الأحاديث النبوية للداري قطني وهو أجمعها وأوسعها اللهم إنا نسألك علما نافع ورزقا طيبا واسع وعملا صالحا متقبل ودينا قيمة وشفاء من كل ذا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك بكل شر خزائنه بيدك اللهم دبدل لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم إنا نسألك علما نافع ورزقا طيبا واسع وعملا صالحا متقبل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسفر شكرا